أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار تطلعه إلى تعزيز العلاقات المصرية الروسية في مجال صناعات دفاعية وتطوير نظم التسليح المختلفة وإشدد العصار خلال لقائه ديمتري روجزان نائب رئيس الوزراء الروسي على أهمية تفعيل الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال مشروع صناعة وتوريد حافلات القطار التي تنتهجها شركة روسية من جنيبه استعرض ديمتري الخطة التي تتمنها وزارة الدفاع الروسية ومدى إمكانية التعاون مع مصر في تطوير أنظمة التسليح